مرحباً أصدقائي في فيديو اليوم حيث سنكتشف سوياً فوائد القرنفل الرائعة للجسم القرنفل، هذا النبات الذي يعتبر توابلاً عادياً في معظم المطابخ لكن هل تعلم أنه يحمل العديد من الفوائد الصحية المدهشة؟ دعونا نبدأ أولاً، القرنفل غني بالمركبات النباتية القوية التي تمنح خصائص مضادة للأكسدة هذه الخصائص تساعد في مكافحة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة للجسم ثانياً، يعتبر القرنفل مصدراً غنياً بالمعادن مثل الموغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد هذه المعادن ضرورية لصحة العظام والأعصاب وتحافظ على توازن السوائل في الجسم ثالثاً، القرنفل له فوائد مذهلة للجهاز الهضمي حيث يعتقد أنه يساعد في تهدئة الغثيان والقيل ويعزز الهضم الصحي ويقلل من الانتفاخات فلنتعرف على فوائد مغلي القرنفل للجسم تعزيز صحة مفاصلك وعظامك يحتوي القرنفل على مركبات قد تقاوم مرض التهاب المفاصل مثل مركب اليوجينول والذي قد يساعد على مقاومة الالتهابات وتخفيف حدة رد الفعل الالتهابي في الجسم تسكين الآلام لذا، يمكن الاستعمال مغلي القرنفل أن يساعد على تخفيف حدة أعراض مرض التهاب المفاصل بالأخص، مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، لا سيما أعراض مثل الألم كما يمكن الاستعمال القرنفل أن يقلل من فرص إصابتك من الأصل بالتهاب المفاصل تقوية العظام يحتوي القرنفل على مركبات مائية كحولية هامة لصحة العظام مثل اليوجينول والفلافونويدات وهذه قد تساعد على تعزيز كثافة العظام زيادة منسوب المعادن في العظام الحفاظ على استقرار الحالة الصحية لمرض السكري من ضمن فوائد مغلي القرنفل أنه قد يكون إضافة جيدة لحمية المصابين بمرض السكري إذ قد يساعد القرنفل على تقليل منسوب سكر الدم المرتفع ومقاومة الرفعات المفاجئة لسكر الدم كما يمكن للقرنفل أن يساعد على تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من الأصل وتعزى هذه الفوائد غالباً لاحتواء القرنفل على مركب النيجريسين والذي قد يساعد على تعزيز حساسية الأنسولين والتحسين من قدرة الأنسولين على أداء وظائفه في الجسم مقاومة أنواع بعينها من السرطان قد يمتلك القرنفل خواصاً طبيعية مضادة للسرطان إذ يمكن لمضادات الأكسيدة ولبعض المركبات المهمة الموجودة في القرنفل مثل مادة اليوجينول أن تساعد على مقاومة انتشار الكتل السرطانية تحفيز وفاة الخلايا السرطانية مقاومة الالتهابات والتي ترتبط بنشأة مرض السرطان وهذه بعض أنواع مرض السرطان التي قد يكون القرنفل فعالاً في مقاومتها سرطان الثدي وسرطان المريء وسرطان الرئة مقاومة بعض أمراض ومشكلات اللثة والأسنان تسكين الآلام التي قد تصيب الأسنان نظراً لامتلاك القرنفل لخواص طبيعية محتملة مضادة للالتهاب تسريع تعافي أنسجة اللثة من مشكلات مثل التهابات اللثة وتقرحات اللثة ومرض دواعم السن تحسين رائحة الفم من خلال مقاومة نشاط البكتيريا التي تحسين الهضم ودعم صحة القناة الهضمية ترجمة نانسي قنقر